التلفزيون العربي أصدر الله اللبناني بيانات متتالية أعلن فيها أن دفاعاته الجوية استهدف الطائرات الإسرائيلية كانت تحلق في الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب ما أدى إلى انسحابها إلى خلف الحدود وفق ما جاء في البيان كما استهدف الحزب بالقذائف المدفعية موقع حنيتة وحقق فيه إصابة مباشرة كذلك أشار بيان آخر للحزب إلى استهداف مقاتليه جنود الاحتلال في موقع المنارة الحدودي إضافة إلى استهداف الشتولة في الجليل الغربية وأوضح الحزب أن عملياته جاءت عردا على الاعتداء الإسرائيلي على المباني والمنازل في بلدة طير حرفة جنوب لبنان بحسب البيان